اشتركوا في القناة ترصد جميع صور والمواقف المختلفة اللي بيتعرض لها الزابط وايضا بيتعرض لها المواطن وحتبقى موجودة في الزي الرسمي موجودة معاه وحتبقى عخدة شخصية معاه زي جهاز الاسلك اللي في ايده كده بحيث انه سيسأل لو الكاميرا دي مش موجودة معاه احنا بنتمنى المزيد من التكنولوجيا والمزيد من الاساسيب العالمية في ادارة الحركة المرورية والمواقف كلها تبقى صوت وصورة لكن هنكمل كلامنا مع عضفنا العزيز المحترم الباحث والمحلل والخبيل المروري سيادة اللواء عابد عبد الميديد صباح الفل صباح الفل يا أحمد بيه شكرا لحضرتك خبر ده أخده وقوله لحضرتك والسيادتك تعلق عليه هو خبر جديد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أولا وتحيات للسادتك والجميع طعم الإعداد وجميع السادة المواطنين المستخدم الطرق نتمنى لهم رحلة سعيدة إن شاء الله بإذن الله بالنسبة لي القصة اللي ساعدتك قلتها وهي تركيب جهاز تصوير أو كاميرا في زيارة اسم للسادة الزباط المرور في الشوارع دي خطوة على الطريق من ناحية رصد المخالفات صوت وصورة مهمة جدا عشان بييجي بعد كده حصل ادعاء بعدم حدوث أي مشادة كلامية أو مفيش مخالفة معينة تمت أو المخالفة دي صورية أو الضابط اللي يعني هنقول إن هو بيتبلغ وتعد عليه دي خطوة جميلة جدا على الطريق ونتمنى نتعممها وفي نفس الوقت بيها شيء من الاهتمام برصد المخالفات دي نتمنى إن شاء الله المزيد من الأسليب العلمية والكاميرات التلفزيونية إن ده من شأنه برضو يعكس أو يرتقي بالأداء المرور اللي احنا كلنا بنتمنى الارتقاء دي علشان الوجه المصر الجميل اللي احنا في شوق ان احنا نشوفه نتمنى يا أحمد بيه وطبعا المرور ده عبارة عن مشكلة أو صداع زي ما قلنا في كل مرة في رأس كل مواطن أو مستخدم طريق بداية رحلته اليومية هيبتديها ازاي هينيها ازاي الكسفات المرور فيه لا يعرفش عنها أي حاجة المشاكل اللي بيتعرض لها كل يوم في الطريق سيئة كانت بقى عنصر بشري الطريق نفسه حالة السيارات المخالفات الموجودة كل الكلام ده نتمنى إن احنا باستمرار زي ما قلنا والخبراء اللي قبلنا قالوا إن احنا نضيف شيء جديد والمسؤولين يسمعونا وينفزوا اللي احنا بناخد به أو التوصيات اللي نتكلم عليه نتمنى بنقول المرور أول حاجة عندنا عنصر بشري العنصر بشري ده مهم جدا وده أساسي في المحور المروري إن احنا بنقول ده ثقافة مرورية وتربية مرورية وفي نفس الوقت وعي وإدراك مروري ده ما بيجيش في الكبر ده بيجي في مراحل متقدمة قبل كده في العمر في الصغر كل أجهزة الدولة تهتم بيه مش إدارة وردات داخلية بس دي نمرت واحد نمرت اتنين العنصر البشري دهوت هل تم التدريب وتسقيفه على استخدام الطريق المشاية تم التدريب وتسقيفه على ماك إذا كان فيه أماكن عبور مشاية تمام الحاجات التانية أنا بقول أنا هبقى قائد مركبة هل قائد مركبة صالح لاستخدام المركبة دهيت هل تم اجتيازات الاختبارات اللازمة هل المركبة دهيت فيها توفر الشيط الأمن ومتان في الفحر كثيرة بتتقال في العنصر البشري بالنسبة لمحور أساسي محور التاني الطرق طرق دي شبكة الطرق دي حدث ولا حرج عنها إحنا بنقول إن شبكة الطرق الداخلية داخل محافظات المدن مهلهلة شبكة الطرق يرسلها وأنا مفيش حد يخليفني في رأي ده وده بعدة أسباب السبب الرئيسي وجود الحفر المستمر في نهر الطريق وبدون مراجعة ومتابعة ما نقدرش نقول في الحتة دي عشان ما ننسهاش إن ما فيش رصيد مالي داخل الحي عشان أعيد الطريق لأصله لأ ده الشركة اللي بتنفذ الحفر بتدفع تكلفة كاملة يفروض التكلفة اللي تم دفعها تواجه لصالح هذا الطريق دي نمرت واحد نمرت اتنين هل الكسافة المرورية اللي في الشارع بتستوعب هل الانتظار الخاطئ اللي في الشارع ده هو سبب المرور ولا المرور مش سبب تواجدك الانتظار الخاطئ هل أنا كإدارة مرور معينة أنت أعظت حضرتك سبب وإدارة المرور مش سبب وإدارة المرور مش المرور باللفظ العام لا يا فندم أي انتظار خاطئ ولا أنت أعظتك إدارة المرور ولا المرور لفظ عام المرور بصفة عامة المرور بصفة عامة أي انتظار خاطئ أنا مش تسببت في الانتظار الخاطئ لكن الدولة تسببت فيها والجهزة المعنية بعدم توفير أماكن كافية أنا عشان أجي أحاسب قائد المركبة الانتظار الخاطئ اللي سيكون مغفر له مكان أولا ينتظر فيه ورزان في الأماكن التجارية والأماكن الطبيعة أو التعليمية دي حاجة مهمة جدا وبعد كده أنا كإدارة مرور بقى أو كقسمه أنا أحاسب الانتظار الخاطئ يبقى أنا ما أصنعش الانتظار الخاطئ لك أنا تحاسبني عن عدم التعامل مع الانتظار الخاطئ أنا أتعامل معك كويس جدا عدم موجود أماكن الانتظار مهم عنه وممكن يكون فيه ضرورة لذلك ويجي الوينش يشيلها إنجه الوينش أيا كانت الوسيلة إنجه الوينش أيا كانت الوسيلة إن كان وينش أو كلابش أو نوزج 125 بيتحط على الاستيكر على الإزاز أيا كان نوع التعامل مع الانتظار الخاطئ أنا قبل ما أتعامل معه هادر برضو للسادة موشين مسأل مهم جدا جدا إيه هو الانتظار الخاطئ أهم منه السر عكس الاتجاه أنا قبل ما حاسب المواطن وتجديد السر عكس الاتجاه حاليا أحاسبه لازم أنا أحدد الشوارع المصرح بيها فين والشوارع الممنوعة فيها سر عكس الاتجاه وحط إلى فتاة اللازمة لتكلمت لازم وقلنا مئة مرة الظابط البحث الفنية ينزل ويحصل للشوارع العديد أنا أريد أن أقول لحضرتك حاجة إيه رأيك أن جراج التحرير وغراج البستان والعتبة كتير جدا يكونوا فضيين والناس ما بتركنش فيهم وفيه انتظار خاطئ في مراطق وص البلد لبقى المواطن مننا يقول لك إيه أبو بلاش ما فيش أحسن منه ولا وينش هيعدي ولا ظابط هيعدي ولو فيه واحد من المرور بواحد ربنا موجود في الشارع أقف والشوارع تقف وإنت بقى المشوار اللي تاخده في ساعة تاخده في خمس ساعات واللي تاخده في يوم تاخده في خمس سيان ده ليس على إطلاق ده ليس على إطلاق وبمعنى أن أنا لما أقول أن فيه أماكن ضبرتها الدولة كجراجات متعددة أو تحت الأرض هل معنى هذا إن أنا ما تعملش مع انتظار الخاطئ على إطلاقه لا أتعامل معاه المواضيع الشيقول لأي قسم مبرو ما تتعملش مع انتظار الخاطئ عندك عند انتظار صف صفين ده كلمة دي بقى للمواطن يعني للمواطن كلمة الأقصد يقولها دي على المواطن الالتزام إن فيه أماكن انتظار متاحة ومع ذلك بنيركن غلط يقول لك يعني أنا هاخد بقى كل ساعة مش عارف بكام تبليه أدخل نفسي في الماديات دي تم نقف غلط وما فيش حد حيسأل طيب كويس إحنا بنتكلم دهتي في موضوعنا يا أحمد بيه على الانتظار الخاطئ يبقى ده لابد أنه هو قبل براضع ماشي يبقى إحنا موضوعنا حاليا بنتكلمه على الانتظار الخاطئ وده شقة همي جدا في المرور لأن ده بيأثر سلبا على حركة السير الانتظار الخاطئ لأنه بينتقس من مساحة الطريق الانتظار الخاطئ ده هو فيه حاجتين حطوطة من المواضي أو العمودي في حالة عدم موجود هذه الأماكن اللي هي مصرحة بالانتظار أنا أتعامل مع الانتظار لكن ما تساعدش أخطر هو قدر الإدارة المرورية في القاهرة وفي كل المحافظات دلوقتي إنها بتتعامل مش مع الانتظار الخاطئ فقط ده بتتعامل مع كل صور المخالفات تمشيء طبيعي بتتعامل مع عشوائية المقربس بتتعامل مع الانتظار الخاطئ بتتعامل مع مغالفات عديدة ومتعددة لأن الشارع المصري بينطق بما فيه من فوضى وإنفلات صح كلامك سديم بس أنا أتكلم الانتظار خاطئ ده شق الجزء الثاني الهم جدا لموافع العشوائية لسيارات النقل الجماعة أو السيرفيز هل قسم النقل الجماعة داخل محافظة تم تدبير مواقف جماعية بتكفي لعدد السيرفيز اللي تم صرفه للسيارات القاهرة فيها مواقف فيها أكتر من مواقف أنا أخذ القاهرة كمثال هنأخذ كمواقف وروحة الدأهلية وروحة الشرقية وروحة الغربية عاملين مواقف نموذجية حلو جدا هنأخذ مواقف بالقاهرة ومواقف الجيزة مواقف القاهرة زي مدان السيدعيش مواقف مدان السيدعيش عليه 23 موقف أو 23 محطة سيرفيز من السيدعيشة إلى أنحاء القاهرة هل إحنا عندنا عدد السيارات المحملة على هذا الموقف تكفي لا فيها 7-8 أضعاف زيادة بمعنى أننا هذا مواقف يسحب 825 سيارة لا يتحطي فيه 3-4 ألف سيارة ما يستوعبش إذن معنى هذا أننا نبدي تعليمات للسيارات الأجرة أننا تنتظر انتظار خاطئ ومفع عشوائية في كافة أنحاء المدان ده هيأثر سلباً على حركة السيرو ومش هيأثر يأثر طبعاً أنا دوري كمرور هتعامل ولا مش هتعامل ما هو إحنا هنهرب من الواقع تمام أنا دوري كمرور أتعامل أو لا أتعاملش أنا أتعامل فوراً مع الانتظار الخاطئ فوراً ولكن بالتكلم عن البعد الاجتماعي لقعد المركبة أو البعد الأمني بالنسبة له على الأقل أنا لازم كدولة أوفر أماكن تكفي لهذه السيرات دي نمرت واحد بعد يأجي حزبه أنت عندك موقف في المنطقة الفرنية خاصة بالسيدة عيشة مصر الجديدة حقاً للحق الفترة اللي فاتت كان فيه جهود للمحليات يعني أنا بقوله وبأكد وبشهد بذلك جهود للمحليات غير مسبوقة ما شفناهش في أي مرحلة من مراحل حياتنا بص يا عمد حقيقي فيه جهود نبزولة في مجال المواقف فيه جهود نبزولة في مجال الرصف وقعات الرصف والمشروعات اللي بتب أنت عندك في القاهرة بس تسع مشروعات بتنفذ حالياً المشروعات اللي سيتك بتكلم على دي مشروعات كبيرة الخاصة بمتر الأنفاء أو خاصة باتعدلات بعض المحاور المرأة الرئيسية لابكلم على شبكة الطرق اللي داخل المدينة وداخل أماكن اللي جوها العاصمة نفسها شبكة الطرق حصل فيها رصف وحصل فيها شغل كويس قوي أنا بقولك أنا رحت وشفت نتمنى بإذن الله أن هذه المساعدة تستمر نتمنى لأن شبكة الطرق مهمة إن احنا فعلاً ما زال عندنا حتة إيه إن احنا نعمل تحديث ونعمل تطوير ونعمل رصف جيد جداً مفيش 3-4-5 سيام وتبصت لها واحد ماسك فاس وعمل حفر عمليات الحفر يقولك أصف فيه مصهورة ضربت أصف فيه سلك مش عارف إيه أصف فيه واحدة تخطفت وبندور عليها ماشي كويس أو غير اللي تخطفت دي هيدور عليها إن شاء الله لكن بكلم على الحاجة هامين كده أنا لما أجي كحي أخذ تصريح حفر من أحد من الأولين أو أحد الشركات هلا أنا بأخذ التصريح ده على علاته ولا أفروض يكون فيه تنصيق مسبق فيه حاجة اسمها تنصيق مسبق حضاري فيه حاجة اسمها مركز شبكة معلومات أنا بجيبه أولاً علشان أبقى متأكد إن المكان ده هوت لما أشتغل فيه كاميرفق وبعيد الأسفل تطريق تاني ما فيه جهات تانية هتشتغل مفروض أن الكلام ده الأهم من القصة ده كله وبعيدها مرة واثنين وثلاثة قبل ما طلع تصريح الحفر ده أخذ موافقة القسم المرور المختص لأن أنا اللي هنصك مع الحي وهنصك مع المقاول أجبره أن يرجع الطريق إلى أصله مرة تانية عمر المقاول ما بيرجع الطريق إلى أصله يبقى المقاول ده هوت أنا أخذ كقدرة مرور إجراء معاه تبقى المادة 173 من محليات وأنا ممكن أخذ معاه إجراء قانوني وحبسه لأنه عدم الالتزام بعض الطريق إلى أصله يعني كنا بنعمل كده طول عمرنا في الخدمة في المرور فبالتالي إنك أنت بتترك الحبل على الغارب للمقاول يشتغل زباها وطمان المقاول عايز يخلص مصلحته عايز يخلص في نص ساعة ولا في يومين ولا في ثلاثة ويسيب الطريق ويمشي يركب المرفع القطاع أنا أدوري فين كدولة هي مشكلتنا في القانون وتنفيذ القانون والحبس اللي حضرتك بتتكلم عليه ده في حالة ارتكاب مخالفة السير عكس الاتجاه الحبس وجوبي ما فيش غرامة الحبس وجوبي لمدة عام ده القانون اللي احنا شغالين بي دلوقتي ده إذا ده قرار القانون اللي صادر بالقانون لا الحبس وجوبي كم واحد اتحبس ولا واحد عشان عكس الاتجاه ولا واحد ليه بقى احبس واحد احبس اتنين أنا أقولك ليه لأن إحنا بنظلم الناس في أن هم بنجبرهم نقول دي مخالف عكس الاتجاه هم بيش ما يدل إن الشارع ده عكس الاتجاه إذا أمرت بقى ما يصدق يشوف يؤمروا الناس الأول وعرفهم فين المنطقة العكس الاتجاه وحط اللي فتاة الدال على الكلام ده بعد كده حاسبه ما جيش هنقولك أنت ماشي عكس الاتجاه وحبسه طبع أي محامي في الشارع هيجي يقولك هيجي يقولك لا ما فيش دافتة نطلع على القانون بقى السادت اللي هو نطلع على القانون لما يبقى فيه تهيئة للطريق لا يا فنت لعدم ارتكاب المخالفة لا بالعبس أنا بقى ارتكابت المخالفة وحاسب القانون هتحبس القانون قاعدة عامة مجرد تطبق على الجميع أنا كدور تنفيذي بالنسبة لي أنا لما أطبق نصوص مواد القانون ده هي تبقى أنا لازم أكون حازر الأول وأحط اللفتات الدال على الكلام ده إذا بقى أنا إيه اللي بيخالينا أقول ممنوع الانتظار على هذا الجانب السبب إيه اللي بيخالينا أحط يافتة لأن ضيق الشارع وعدد الحرارات المناسبة في الشارع لا تكفي للكسافة المرورية الموجودة لأن أنا مهموم بمشكلة المرور مهموم أكثر بحيث أن أنا أحقق سيولة والإيجابية في الحركة المرورية ده أنا كمدير مرور الهدف الرئيسي ده لو أنا فاهم مرور أصلا تمام ماشي كلامك سليم أنا الهدف الرئيسي كإدارة مرور أو أي ضابط مرور على وجه الأرض نمرت واحد بالنسبة لي تسهيل حركة السير تسهيل حركة السير على جميع محاور المدينة أو خارج المدينة ليه لأن أنا كمستخدم طريق عايز أوصل بأمان لرحلتي وعاوز أوصل بدون أي مخاطر أو حوادث أو على الأقل مخالفات صح ولا غلط ده اللي بيحصل مقاطع الكلام حضرتك لما أنا مهمتي إن أنا رقم واحد تسهيل الحركة المرورية وأنا بإيدي قراجوا المرور أعطل الحركة المرورية إيما هذا تدريب ولا ثقافة ولا إيه بالزبط من ناحيتين من ناحية المستخدم الطريق سواء كان مشاه ودي مشكلة كبيرة جدا المشاه العبور في منتصف الطريق وفي أماكن غير محددة اللي مش موجودة أصلا لا بتكلمش بالزبط تمام اللي مش موجودة أصلا اللي مش موجودة أصلا فبالتالي لإحنا تتكنا على الناس كتير قوي لا إحنا لازم نتكنا على نفسنا عشان خاطر الإدارة المصرية إحنا مشكلتنا مشكلة إدارة محيش إحنا لو أن هناك إدارة ومن يدير حتبصت لأمور ماشية زي الفل أنا بتكلم عن إنت مهموم بالمشكلة المرورية وسيولة حركة المرور تيجي برضو إنت بإيديك تعطل المرور إنك توقف عربية في نص الطريق وتقول له رخصتك فيه يا عم على جنب يا عم ركنه على جنب يا جماعة تدربوا على إني إزاي تعمل كمين إزاي تعمل لجنة إزاي تسحب رخصة دي لها تدريبات ودي ثقافة المفروض إن احنا تعلمناها لكن فين اللي احنا تعلمناها هي بص هي عملية أنخش حشق الحملات المرورية عشان أنا راحق القصة دي الحملات المرورية الحملات المرورية بصفة عامة مش هي دي اللي هتنظم حركة السير دي نمرت واحد نمرت اتنين لها توقيت ولها مكان لها توقيت ولها مكان مجيش أختار توقيت الصبح بدل والناس رحين روشولهم مجيش في عودتهم أعمل حملة مجيش على منزل أو مطلع كبرى أعمل حملة فبالتالي لها توقيت لها مكان وجميع السادة الزباط يعلموا الكلام ده جيد دي نمرت واحد نمرت اتنين هل الحملات ده هي هي اللي هتسهل حركة السير مش هتسهل حركة السير حملات دي الغرض منها إن أنا أصبط المخالفين لقانون المرور فقط لغير بدون قيادة بدون تسيير أبنه متانة لوحات تليفون كلام ده كل بالتالي أنا بقول هذه المخالفات مهمة جدا لكن أنا لما أقول مستخدم الطريق أعدادهم 100% قد إيه اللي بيخالفهم من المية في المية دول 8% 10% إذا المعنى هذا إن تجديد نصوص مواد قانون المرور مش هي دي اللي هتنظم حركة السير هتنظم حركة السير إن أنا دخل تقنية حديثة أول إن انت رغت بحيث تليف السادة اللي هو لسبب لإن فيه اتجاه في ضوء أو في إطار المناقشات اللي بتتم دلوقتي الخاصة بالقانون الجديد تمام على علمي بيها فيه اتجاه لتجديد الغرامات المالية انت معا ولا ضد ضد وفي الضرورة القصوى بمعنى إن أنا أستخدمها للي تم ضبطه عكس اتجاه في الأماكن الواضحة اللي تم ضبطه يسير تحت تأثير المسكرات والمخدرات اللي تم ضبطه على طرق الصحرية الزراعية من عربات النقل التقيل بتمشي يساري طريق معطلة حركة السير وعدم تشميع الحمولة وتكسير السيارات الخاصة بالمواطنين دا ما سيبهوش دا نشدد عليه يعني تفعيل كل مادة قانونية موجودة بالفعل مفروض تفعيلها مفروض والغرامة زي ما هي إذا كنت أنت عايز تضيف مواد قانونية أخرى بقى أضيف أضيف مواد قانونية مفاعلة بقويس أشدد بعض النصوص مواد قانونية مرور في المواد اللي محتاجة فعلا لكن ما جيش أقول للانتظار الخاطئ فاصل تميين طبما تضبر للناس انتظار خاطئ اعمل لحاملة على السيرات السيرفيس العشوائية طبما تضبرهم أماكن كفاية المواقف العشوائي طبما تبتدى تعرض كدولة وتخش كدورة كدولة ويعرض سيرات نقل جماعي آدمية وتقدر تستوعب العدد الركاب دهوت وبالتالي المقربصات المقسرات تختفي تلقائيا كسلعة جيدة ملمح من ملامح القانون الجديد اللي هيخرج إلى النور ان شاء الله اللي هو حاليا فيه مناقشات خاصة به ملمح من ملامح هذا القانون هيبقى فيه تقسيم المخالفات المرورية إلى خمس شرائح تمام من خمسة أو من نقطة لخمس نقطة فيه مخالفات هتاخد نقطة خصم نقطة فيه مخالفات هتاخد خصم نقطتين مخالفات خصم ثلاث نقاط مخالفات أربعة مخالفات خمس نقاط من المخالفات اللي هتاقد خاص من خمس نقاط مخالفة تصير عكس الاتجاه طب مجموعة النقاط اللي لك في السنة قد إيه تلاتين نقطة هيجي يخصم منك نقطتين تلاتة أربعة خمسة هتجمع تلاتين هتتوقف رخصة القيادة لمدة خمسة واربعين يوم طيب توقفت رخصة القيادة لمدة خمسة واربعين يوم وقعدت خمسة واربعين يوم ما سوقش وبعدين بعد كده رجالت لرخصة القيادة تاني عملت نفس المخالفات أو عملت تلاتين نقطة تانيين خلال السنة بتتضاعف هذه المدة تعليق حضرتك إيه هو موضوع النقط الخاصة بمخالفات المرود موضوع مش جديد هو مطبق في كل دولة العربية غالبا يعني بدون ذكر أسماء بعض الدولة العربية لكن ده جديد على مصر هو جديد على مصر ولكن محتاج له ثقافة معينة عند المواطن عشان أنا أبقى التزم بيه بمعنى ما أنا أقول للمسواء المقرباص أنت انتظار خاطئ عندك ثلاث نقط أو خمس نقط مش يدر يستوع بالقصة دي لكن دي عاوزة عاوزة أثناء استخراج رخصة القيادة في وحدات المواطن المختصة أن أنا أدي الثقافة دي كجرعة أو كتيب صغير وقول أنك أنت هتكتاز زي ما نقول أنك أنت بتكتاز الإشارات في المرور أو اللفتات الإشارية معناها إيه أقول لك والله أنت في كتيب أسألك فيه المخالفة دي هتتخصم من رخصتك نقط أو نقطتين وعد ذلك يبتدي العمل بالقصة دي ليه؟ لأن أنا لما أقول أن أنا عندي رصيد في الدفتر الحسابات بتاع في الباك 100 ألف جنيه صرفت منه خلالها 34-32-70-80 إذن ما فيش معايا فلوس أقدر أكمل للطريقة إيه نفس الرخصة أعرف أن أنا لها 30 نقطة تم استنفاذ 10-15-20 نقطة فبالتالي ممكن أن أحذر بقيت الفترة ودي النقطة الأساسية في تنفيذ القانون أن أنا عايزة أحذر فيما تبقى زي بكنت معاك فلوس وصرفت جزء وفضل جزء خايف من الزمن فبقى الفلوس دي معاك عشان تدبر بها حياتك نفس القصة أنا أتخصم من 10-15 شهر بس الكلام ده يا جماعة لازم يبقى معلن لقائد المركبة أنت الرخصتك دي مخصوم منها كذا نقطة فبالتالي أنا أعرف فضيلة دي هبقى حذر يعني من كل القوانين المرور بعد كده مهمة جدا 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 لو طباية عايزة ثقافة معينة برضو طيب نروح مع حضرتك بقى رحلة مع حضرتك بس سريعة جدا ماشي يعني حنقل نص دقيقة كده في ضوء تعاملاتك اليومية واحتكاكاتك في الفترة الأخيرة تعليق حضرتك على الأداء المروري اللي انت شايفه هو الأداء المروري فيه تحسن انتقل نقلة ولا يبقى الوضع كما هو عليه ومحلك سر لا هو برضو الحقيقة تقال احنا دايما بنقول سلبيات ودام نقول الياجبيات عقب اجتماع السيد الوزير الداخلية الفترة اللي فاتت بعد اجتماع مع السيد الرئيس عفتاح السيسي باهتمام بالشق المروري على مستوى الدولة لان ده مهم جدا جدا ان انا اهتم بالأزمة المرورية وحاول اشوف لها حل لاني لها تبعات أخرى اجتماعية وأمنية واقتصادية خلال الفترة الأخيرة بعد الاجتماع ده هو ابتدت تظهر حملات في الشارع مرورية ابتدى يكون فيه اهتمام في المرور في الشارع ابتدى يكون فيه تواجد مروري لتنظيم حركة السير حسيته؟ موجود في معظم قطاعات في معظم معظم قطاعات القاهرة كمرور القاهرة والإدارة العامة مرور في الشارع ده اللي حضرتك يعني تجولت فيه انا تقريبا في الشارع 24 ساعة باني خرجت من الخدمة بس تواجد في الشارع لشغلي الخاص كتير جدا بشوف الخدمات الموجودة وبعدين انا بشوف اي ملحوظة بقى اقرب ظابط او فرض مرور في الشارع بقوله خلي بالك فيه كذا فيه انتظار خطي في الحتة فرونية واحد لكن صف تالت وقعد في العربية شوف الونش فين وبنتهز الفرصة وقول يا ريت وقولنا الكلام ده مرة واثنين وثلاثة ومية وكلمت سام مدير مرور القاهرة عليها ومدير مرور الجيزة يكون في قل قسم مرور دراجة بخارية بأمين شرطة او فرض مروري يكون عنده سخاف مرورية يكون سريع التحرك في نطاق القسم لاستياد المخالفات المفروض يكون معاهم دراجة نارية المفروض كل رجل مرور معا دراجة نارية اللي عصد في رجل المرور هو الدراجة النارية السيارات المجهزة اللي سلكيا من مقدم واحنا طلعين فوق من ملازم لغاية رائد ومقدم يكون راكب دراجة نارية ده اللي احنا بنقول عليه موسي احمد بي انا بقول على الاقل اتمنى في كل نطاق قسم مروري يكون فيه فرض مروري ايا كان هذا ظابط او امين شرطة او منضوب او دراجة اولى راكب دراجة بخارية ليه لان انا لو وقف تقاطع او بحقق مخالفات معينة وعلى رجلي مش هادر هستوعب بالطريق كله لكن انا وانا بتحرك بالدراجة مش بس هرصد مخالفات الانتظار الخاطئ لده هرصد مخالفات سيارات متحركة يعني النهاردة وانا جايش شاف فيه سلس سيارات علوهم لوحة ملك القاهرة اللي انتهت من 4-5 سنين طب فين عد على كام واحد مرور ده ده كويس ان انت لقيت عليها لوحة وفيه مش موجودة لوحة ماشي اوكي الحمد لله الحمد لله ان عليها لوحة ماشي ده فيه ليبيا والسعودية مع احترامي طبعا لكل البلاد العربية يعني ممنورين بس كل بلد لها اللوحة بتاعتها ماشي انا بتكلم على نقطة انا لو انا هستخدم درجة بخارية هو هتحرك انا مش في الوقت ده هقدر تصير اكبر اعضاء من الاخطاء ما تخليش الكلام ياخدنا بس عشان المخرج عمال ايه شغال نار طبعا عايز الفقر اللي جاي الله يخليك عبير تحيات لحضرتك وزيد طعم الاعداد ونتمنى لجبال المواطنين نحلى سعيد ان شاء الله شكرا جزيلا للمسادة لواء عبد عبد المريد المحلل والباحث المروري ونهارك سعيد بيرصد اول دار للمشردين في القاهرة نروح للتقارير ونرجع لحضراتكم تاني اشتركوا في القناة